في يقيني أن رسول الله أراد أن يعلم الأمة ولم يكن ذلك تركاً للأمة إنما أراد وهو ابن الجزيرة العربية ابن هذه البيئة التي تفهم في هذا النوع من الزراعات لكنه أراد أن يقول لنا في رسالة واضحة إلى أن تقوم الساعة كل أمر يتعلق بهذه الشؤون الدنيوية فينبغي عليكم أن تتخذوا كل الأسباب المتاحة العلمية وغير العلمية التي تؤدي إلى رقي هذا المنتج أنتم أعلموا شون دونك أي يتخذوا من الأسباب ما يؤدي إلى وفرك الإنتاج إذا كان التأبير هو الأساس اعملوا التأبير إذا كان غير التأبير اعملوه معه وهكذا فأعطانا مساحة من التحرف بالأخذ بالأسباب في كافة مظن الحياة ترجمة نانسي قنقر